صمت ولم يتحدث ثم تحدث وليته لم يفعل والحديث هنا عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعن موقفه اتجاه الأحداث في شبوة منذ بدايتها وصولا إلى بيانه الأخير الذي وصف شعبيا ببيان الخيانة الوطنية تسارعت الأحداث بشكل دراماتيكي في محافظة شبوة بدأت بفتنة أشعلها المحافظ المفروض بقرار إماراتي عوض الوزير والذي دخل في صراع مع قوات الجيش والأمن في المحافظة ومع كل المكونات المجتمعية والقبلية وانحاز لفصيل الانتقالي ومشروع الانفصال ولم تنتهي الأحداث بإطلاق حملة عسكرية ضد جمع من القادة الشرفاء والوطنيين واستدعاء الطيران الإماراتي لقصف قوات الجيش والأمن ومنازل المواطنين وانتهاك السيادة أمام تلك الأحداث لم يكن المجلس الرئاسي غائبا فمن الظلم قول ذلك كيف لا؟ وقد حضر بقرارات مساندة لتوجهات ابن الوزير ودعمه له قضت بإقالة قادة بارزين في القوات الخاصة كانوا هم السياج الوحيد أمام أجندات الإمارات ومشروع الانفصال لم تنتهي قصة المجلس الرئاسي المخترق والمختط في القرار هنا فبينما كانت الطائرات الإماراتية تنتهك السيادة اليمنية وترتكب مجزرة بحق العشرات من أفراد وقادة الجيش والأمن كان العليمي يتابع التفاصيل وربما يعد الضحايا واحداً تل وآخر أو لعله ربما بحسب ناشطين هو من أعطى الإمارات الضوء الأخضر خرجت عصابات الانتقالي وهي تدوس على العلم الوطني وتردد شعارات مناطقية تشطيرية والتغرس خنجرها في خاصرات الوحدة التي أقسم العليمي على حمايتها وقد كان ذلك مشهداً عاصفاً أهال التراب على شرعية العليمي في نظر الشعب في المقابل لم ينتظر الرجل قليلاً ليمسح عن وجه عرق خيانته للقسم والوحدة والجمهورية والمشروع الوطني بل خرج العليمي ليبارك تحركات المحافظ العولقي الذي أشعل الفتنة شاكراً الإمارات ضمنياً على صنيعها في استهداف الجيش والأمن وهو موقف نادر الحدوث يقول ناشطون أن العليمي تفرد به إذ لم يسبقه إليه تاريخياً أكثر الرؤساء خيانة لأوطانهم لم يكن على العليمي ربما أن يغرق في مستنقع الفشل منذ البداية ولم يكن مجبراً على إنهاء تاريخه السياسي بهذه السرعة وبهذه الصورة من الإرتهان لكنها أقدار السماء حين تكشف النوعية وتفضح الخفايا وتعر الأفعال وما دون ذلك فقد كان قرار واحد بإقالة ابن الوزير كفيلاً بإنهاء الأزمة وحفظ الوحدة والسيادة في شبوة لكن العليمي لم يفعل إذ اختار لنفسه أن يخرج من المشهد بمقارنة مهينة كهذه حيث ترتبط صورته في الأذهان لحظة أداء القسم بلحظة الدوس على رمزية الوطن وعالم الجمهورية وما بينهما تفاصيل لا قيمة لها ولا وزن فما أتعسها من نهاية تلخص أقصر قصة فشل وارتهان في التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر